تكريماً لإنجازات سموه في مختلف المجالات للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا والتي حققت نجاحاً مشهوداً ومحل تقدير دولي وتقديراً لدور سموه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات وتنفيذ الرؤية الملكية السامية في التسامح والتعايش التي تشكل جوهر العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأعرب السفير عن فخره واعتزازه بتسلم الجائزة بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيداً بدور سموه ومتابعته المستمرة لما يصب في صالح الوطن والمواطنين بالمملكة ودعم سموه لمختلف الجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة منوهن إلى أن الخطوة الشجاعة التي اتخذتها مملكة البحرين بالتوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل بما يعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه القائمة على قيم التسامح والتعايش وعبر السفير عن اعتزازه بالجهود الرائدة لسموه حفظه الله وقيادته الجهود الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر التي أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية لمملكة البحرين ما جعلها تحظى بتقدير دولي كبير خصوصاً من قبل منظمة الصحة العالمية كما ثمن سفير الجهود الإنسانية الدولية التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تم خلالها المساهمة في جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء من أفغانستان الأمر الذي نال إشادة العديد من قيادات العالم بما يسهم في تعزيز الدور الفاعل للمملكة ومكانتها على الصعيد الدولي ترجمة نانسي قنقر